أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فادعة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حلق الإنسان من صلصان كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان حلق الإنسان من صلصان كالفخار رب المشرقين ورب المغربين حلق الإنسان من صلصان كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء حلق الإنسان من صلصان كالفخار حلق الإنسان من صلصان كالفخار حلق الإنسان من صلصان كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبا يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبا 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 فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خاصرات الطرف لم يطبسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهم العقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظر ختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخلور ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على نفرف الخطر وعب قريح حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم